أبونا تعرف في أدوار سلبية وفي أدوار إيجابية في المهجر سواء في كندا أو في الولايات المتحدة فأنا كنت عاوز أسأل عن دور الكنيسة في المهجر إذا ما يحدث في بلادنا ولسيما أنه الجالية القبطية الكنيسة القبطية في كندا مثلا جالية كبيرة وأنت مثل ما بتعرف في مسيساجة في الكنيسة عندك والضواحي مش أقل من عشرين ألف عائلة مسيحية أو عائلة قبطية فشو الموقف شو دور رجال الدين إذا كل اللي بيحصل طبعا في المهجر يمكن بيختلف مش رجال الدين الشعب عن مصر رجال الدين إحنا كلنا بنحس إن إحنا واحد وبنحس إن إحنا كنيسة واحدة أعضاء في جسد المسيح الواحد يعني بنعيش بنفس الإحساسات بتاعتنا اللي بنعيشها وإحنا في مصر هي اللي بنعيشها في المهجر لكن طبعا طبيعة المهجر أو البلاد اللي احنا بنعيش فيها طبيعة الحرورية اللي فيها وإحساس الناس إنها من حقنا نتعبر عن إحساساتها ومشاعرها بالغضب وبعدم الارتياح هو والآخر دي حاجة إحنا ما بنشجعهاش لكن ما بنقدرش إن إحنا نمنعها لكن كرجال دين إحنا موقفنا زي الموقف البابا ترادل زي موقف أي حد من الأباء الأسقفة زي موقف أي حد من الأباء الكهنة في مصر إحنا بيتنى موقفنا موقف تسامح لكن بنطالب المسؤولين بالحرص على إخواتنا في مصر علشان ما يتعرضوش للمواقف الصعبة دي اشتركوا في القناة